أريد أن يكون هناك نقطة مهمة أو رسالة مهمة أن تصل إلى هذه المنطقة التي تشاهدون في مباراة كرة اليد أريد أن نقول لهم كشعب مغربي لدينا الرياضة مهمة لا نقاش فيها ولا جدال وكننا نتمنى أن المنتخب يربح في كل ماتشات لا في كرة اليد ولا في كرة القدم ولا في تينيس ولا في البيس بول ولا في أي شيء لكن الرياضة تبقى الرياضة فيها الهزيمة وفيها الانتصار ممكن الفريق دينا المنتخب دينا يربح وممكن المنتخب دينا يخسر لكن الحاجة الوحيدة اللي مرضوش فيها بالهزيمة هي الوحدة الترابية المملكة المغربية واللي ربحنا في المباراة الكبيرة ضدكم المباراة اللي دمت 45 عام في الأخير فزنا فيها واختينا أرضنا وإحنا مازال في أرضنا فهنيئا لكم مباراة كرة اليد وهنيئا لنا مباراة السحراء المغربية السلام عليكم أخوانا أخواتي قرام تعييت لكم جميعا وكان نحييكم كل واحد باسمي فأي ممكن كنتو مزول في اللاو صراحة قبل شهر من الآن كنت بغيت نديل واحد فيديو يكون شوية مخدوم على السبب ديال هاد الحقد وهاد العداء ديال نظام جزائري وديال يعني بالساف ديال واحد شريحة كبيرة ديال الجزائريين ضد المغرب واللي يا إما عن جاهل يا إما على شئ اسباب خورا عندهم عداء للمغرب وما نخبيش عليكم الأخوان أنني لقيت واحد صعوبة كبيرة صعوبة ديال أنني نحط واحد تفسير منطقي لهاد الحقد على المغرب فأمشيت كان بحادة وإنقلاب وإلى آخرية وإنجباد وإنسوا الناس ولكن ذلك الشيء اللي سمعت مقنعني كان بزاف ديال الكتاب وديالصحفيين وديالسياسيين المغرباء اللي يعني حاولوا أنهم يعطي واحد الأسباب مقنعة ديال الحقد النظام الجزائري على المغرب لكن يعني أنا صراحة دك شيء مقنعني يعني إحنا الناس ديال الماط والفيزيك والمنطق هذا الشيء مقنعنيش يعني ومخي يحبس صراحة مخي يحبس لدرجة أنني يعني إجمعت بزاف كما قلت لكم ديال الداطن ديال ديال المعلومات وذلك الشيء ما مساعدنيش أنا اللي قال الإخراج أنني نحط واحد البناء درامي سوف نجد القصة منطقية الحقد الجزائري على المغرب يعني إحنا شنو درنا إحنا شنو درنا لهم وعلى شهو ما حاقتين لنا هذا شيء ما لقيتوش هذا شيء ما لقيتوش يعني قلبت أنا إحنا كشعب مغريبي وكدولة مغربية ولا كان نظام غريبي شنو درنا لهم باش يكون العداء بهات الصورة العنيفة يعني ما ضغط ضغط فعلا ضغط ما نستطعش أنني نحط واحد تسلسل ديال الأفكار اللي أنا مقتنع به ما يعني ما قدرتش ولهذا أخليت الوراق قلت لديك شيء وهذا الفيديو راح ما يعني وحلت فيه وما وما خرجتوش لكن اليوم جاتت الفرصة هذه ديال عد المباراة في كورة ليد مباراة في كورة ليد فأنا ما كذبش عليكم أنه كنت منع الشاق أنا منع الشاق ذلك كورة ليد لكن رغم كورة ليد رياضة معروفة والآخرة لكن لم يكن لديك الشهرة نحن في المغرب نحن لا أعتقد أنهم مهتمون بثاف في هذه الرياضة بكورة ليد بقدر ما مهتمون الناس بكورة القدم ف ديالة مباراة ما بين المنتخب المغرب و المنتخب الزائري مباراة عادية رياضة مباراة رياضية توقع ما بين دولة مباراة توقع ما بين دولة مباراة مباراة قبل مباراة قبل مباراة تخيلوا معي الرئيسة الجمهورية من الألمان من هنا من هنا من هنا لأنه فعلا رسل رسالة للاعبين للمنتخب الجزائري حفزهم على الفوز على المغرب تخيلوا كرة اليد كرة اليد كرة اليد لم يكن لكن المنتخب المغربي أبان على قتالية و واجه بشراسة المنتخب الجزائري وخسر كتوقع كتوقع عادي نورمال مباراة للمنتخب الجزائري ومباراة ومباراة للمنتخب المغربي لم يكن يربح اليوم لا يمكن يدرب و يدرب و يربح لا يوجد مشكلة عادة لكن ترى الصحافة الجزائرية و تقول حرف فيلستين قسما بالله لا يدعون هذا الحلال يدعون هذا الماتش وهنا لا يوجد درجة الغل و درجة الحقد هذا المغرب بل ترى صورة الصيبيانية عقول صغيرة كثيرا و صحفيين نحن لا نرى الصحافة ترى الصحافة كيف تنولت هذه الهزيمة قناة الحمار النهار قناة النهار التي هي معروفة ترى ما كاتبها بالصور شاهد دموع المغاربة بعدها خسارة ضد الخضر ترى ما كاتبين لم يتجرع المغاربة هزيمة ضد المنتخب الوطن لاعب المنتخب المغربي انهاروا بعد صافرة الحكم نهائية انهاروا بعد صافرة الحكم نهائية وغلبتهم الدموع خاصة وأن الهزيمة جاءت ضد الغريم تقريدي الجزائري ويذكر أن البطول العالمي 21 مقابل بمصر حيث يلعب زملاء بوركوس إلى جانب المغرب في المجموعة واحدة مع برتغال وإسلاندا وشوفوا هنا حط المدرب المنتخب المغربي كي يبكي زعمارا نهار وكي تشفه وزعمارا المغرب ستخسروا صافي خسرنا نضعنا 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 شوفوا مقال آخر وشوفوا العنوان اللي يحطين فيه مقال آخر الجزائر تتفوق على المغرب الجزائر تتفوق على المغرب بعدما تفكر التيد لقد أظهر صراحة أنا لم يكن نفهم هذا القيار لم يكن نفهم لأن لم يكن نفهم مع فرنسا فلا تظهروا بأنهم سيقوموا لا تقوموا بإنهار المنتخب الفرنسي أو المدرب المنتخب الفرنسي أو الجزائر تتفوق على فرنسا ويقوموا بإنهار وليس كما أنهم سيقوموا بإنهار ويقوموا بإنهار ويقوموا بإنهار مثلا حركة انفصالية مثلا مثلا كورسيكا مثلا في فرنسا ما هو المغرب ما فهمت أنا ما فعلنا اليوم على المتصفة كبيرة في التاريخ البشرية يعني كان شيئا يعني كبشر ما زال ما لقيت لها التفسير مثلا ما لقيتنا لها التفسير من هالروح ما لتعلم تفسير العلمي كنظر ما هي الروح ما هي الروح ومثلا المخت العلماء ضايخ في هذه القضية الروح وحابس وتعلم عندك الروح وهذا الحق الغزائري لماذا لحد الساعة العلماء ما مفهمش ما مفهمش لماذا؟ التحياتي لكم ونا نعود في فيديو جديد شكرا